اشتركوا في القناة جراء غارة جوية على ريف المندسين الأول غرب حلب مشيرا إلى استمرار حركة نزوح المدنيين من مناطق ريف حلب الجنوبي والغربية تجاه مناطق الحدود السورية التركية وثق فريق منسق الاستجابة في سوريا نزوح أكثر من 2300 عائلة في ريف حلب الجنوبي والغربي نتيجة قصف النظام وروسيا وقال الفريق في بيان له أن الفرق تواصل إحصاء النزحين الذين ما زالوا في العراء وعلى الطرقات محذرا من استهداف النظام وروسيا المدن الكبرى الأمر الذي سيؤدي لموجة نزوح كبيرة لا يمكن السيطرة عليها ردت نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية فاطمة باتول قايا على تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيلشدار أغلو وصف فيها أهل إدلب الإرهابيين الملطقة إيدهم بالدماء وقالت قايا موجهة كلامها إلى كيلشدار أغلو ألا يخاف الله هل هؤلاء الأطفال والنساء الذين يقتلون أمام أعين العالم جميعهم إرهابيون دعية أصحاب الضمير في حزب الشعب الجمهوري لمحاسبة زعيمهم على تصريحاته الأخيرة بحق أهالي إدلب أعلن مجلس دير الزور المدنية تابع القصد عن فتح معبر قرية الصالحية جنوب مدينة دير الزور شرق سوريا قال المجلس في بيان الله أن العمل بالمعبر الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرة قوات النظام سيبدأ بالعمل الأحد القادم مشيرا إلى أنه سيسمح للمدنيين بالعبور خلال يومي الأحد والأربعة فقط من كل أسبوع قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن هناك تنسيقا شبه يومي بين قصد والجهات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بخصوص مصير معتقلي تنظيم الدولة لديهم تصريحات عبدي جاءت ردا على تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجي الروسيس القلافروف أن قوات سوريا الديمقراطية تطلق صراح عناصر من تنظيم الدولة المحتجزين في سجونها شرق سوريا لقاء سعر معين أعلن رؤساء الأندية الإيرانية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 عن الانسحاب من البطولة الآسيوية احتجاجا على قرار منعها من استضافة مبارياتها على أرضها واللجوء لأرض المحيدة قرار الأندية الإيرانية جاء عقب إعلان الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الاتحاد الأسيوي حضر عليه استضافة مباريات دورية هذا الموسم وأن مباريات دورية أبطال آسيا التي تصدفها الأندية الإيرانية ستقام في أماكن محيدة نهاية تو مجرز في أمانيلا